اليوم لما فتح تعترض والسلطة تعترضان على الهدنة؟ وما المخاطر التي تتخوف منها السلطة وفتح لتوقيح حماس الاتفاق الهدنة؟ ألا يكسر ذلك الحصار عن غزة ويحقق معيشة طيبة لسكان القطاع بعد حصار داماً؟ نحن لا نعترض على مبدأ الهدنة أو التهدأ بالأحر نحن مع تجنيب شعبنا ويلات الحرب أو ويلات العدوان نحن شعب يعتدى عليه نحن مع تجنيب شعبنا ويلات العدوان نحن مع تجنيب شعبنا أي هجمات إسرائيلية تقصد إلى المساس بهذا الشعب مهمة القيادة دائماً هي الحفاظ على هذا الشعب إلى حين طبعاً تطوير أدواته من أجل الاستمرار والصمود والنضال ولكن نحن لسنا مع ما تذهب إليه حماس من تحويل قطاع قضية قطاع غزة لقضية سنية الشعب الفلسطيني لم يناضل من أجل رعيفنا الخبز وقصعنا اللبن ولم يخرجوا الناس إلى مسيرات العودة ولم يستشهد رزال النجار ولم يستشهد أحمد زميلك الصحفي أحمد أحمد أبو حسين ولم يستشهد كل هؤلاء الشهداء الأعظام الأكرم مننا جميعاً من أجل 2 كيلو من أجل باها أما القول بأنه والله تعالوا نقايد فك الحصار عن غزة ما كان قبلها عندنا مطار وكان عندنا ميناء وكان المطار والميناء في غزة موجات في داخل البلاد ولم يكونوا في بلاد الآخرين كما يتم الحديث الآن يعني بمعنى نقوم نستأجر على مناطق الناس ونستخدم مطارات تموانئة ولكن أساس الأزمة القضية الوطنية الفلسطينية هي التحرر من ربق الاحتلال إذن إزالة الاحتلال هذا الاحتلال إزالته هو أساس القضية الوطنية الفلسطينية ولكن إذا جئنا بنعمل تهدئة كمان مرة أيضاً التهدئة ليست قراراً حزبياً حمساوياً غزة ليست طابل حماس وليست عقار حمساوي بصراحة غزة هذه قطعة من أرض فلسطين ملك لكل الشعب الفلسطيني وللشعب الفلسطيني هناك تنظيمات تقوده وهناك حركة وطني تقوده وهناك قيادة شرعية تقوده وقبل ذلك تم التوصل إلى تهدئة عام 2014 وتم التوصل عليها بعد عدوان الذي يصادف ذكرها بالمناسبة انتهاء اليوم 26 أب قبل أربع سنوات تم التوقيع على تهدئة بحضور الجميع الفلسطيني بوفد شكلة من القيادة الفلسطينية مثل فيه مثلة فيه الجميع إذن التهدئة ليست قارن حزبياً ولا فلسطين ولا هي ليست من اختصاص فتح بالمناسبة حتى حين كانت فتح في 82 وفي الصراعات التي كانت مع إسرائيل تصل إلى اتفاقيات كان تم التوصل عبر التمثيل الرسمي للشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر